تتهر مزرعة رياض الجبل التابعة للحدائق والمزارع السلطانية بشؤون البلاط السلطاني والتي تقع في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية بزراعة شجرة الزيتون وتتمتع المزرعة بمناخ وموقع فريدين ساعدها على رفع الكفاءة الانتاجية لأشجار الزيتون إلى جانب توفر كافة الظروف والعوامل التي تساهم في جودة الانتاج ويعد لون الثمار مؤشرا على اكتمال نمو العديد من الأصناف وتغطف الثمار المكتملة النمو قبل تساقطها بعد أن تصل إلى أقصى وزن لها وأعلى معدل في محتواها من الزيت وتبدأ عمليات حصاد واستخلاص زيت الزيتون وفق برنامج عملي يتوافق مع مختلف مراحل حصاده عملية استخلاص زيت الزيتون تبدأ منذ لحظة حصاد ثمار الزيتون من الأشجار ليتم تجميع الثمار بعناية ونقلها مباشرة إلى وحدة استخلاص الزيت وتبدأ العملية بوحدة تنظيف وغسل مخصصة لفصل الشوايب والأوراق عن الثمار لتنتقل الثمار آليا إلى وحدة الطحن التي تقوم على تحويل الثمار إلى عقينة ناعمة ومن ثم تنتقل العقينة إلى جهاز خاص يقوم على تقليبها وخلطها بشكل مستمر لمدة تصل إلى أربعين دقيقة وبعد ذلك تنتقل العقينة آليا إلى جهاز الطر المركزي الذي يقوم على فصل الزيت عن الشوائب والماء بدقة وعندما تنتهي عملية الفصل يتم تعبئة زيت الزيتون بعناية في عبوات خاصة ملونة تمنع تسرب الضوء إليها للخفاض على جودة الزيت ومنع الأكسدة ويتميز زيت الزيتون المنتق في مزرعة رياض الجبل بمواصفات جودة عالية تم تحديد صفاتها في أعلى درجة من درجات زيت الزيتون العالمي وتوجى المنتق بجوائز دولية في مسابقات أقيمت في المملكة المتحدة وسويسرا وإيطاليا التصنيف الممتاز لزيت الزيتون البكر المنتق في مزرعة رياض الجبل التابعة للحدائق والمزارع السلطانية جاء من خلال بحوث ودراسات وتجارب أكسبته سمعة دولية نظير جودته العالية حسن بن محمد البلوشي من مزرعة رياض الجبل بولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية